موسيقى مرحبا اليوم الأربعة تسعة وحلقة جديدة من برنامج أخبار سباح بتتضمن بأول تقرير إضاءة على الفالي باركينج يلي وحده التسعيره إنما بغياب المراقبة مسابقة أفضل قرية من تنظيم مجلة لوريالوجور تنافس إجابة أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من تقرير منوعة أما ضيوفنا لليوم فهن فادي حلاء عضو لجنة مهرجانات المغتربين لنحكي معه عن مهرجانات إبلياس السنوية والدكتور جورج عربيد رئيس بلدية معاصر شوف لنتعرف أكتر على هالبلدة يلي مشاركة بمسابقة القرية المفضلة لدى اللبنانيين يلي بتنظمها لوريالوجور هيدا ملخص عن الحلقة وإستاذ محمد كارشتر معنا على الخط من مصطحة الأرصاد الجوية لليخد فكرة بالبداية كيف رح بيكون تقس هالكام يوم يلي جايين صباح الخير صباح نور كيف فك إستاذ محمد الحمد لله تفضل جمالا بالحال العامي عنا طاقص صيفي حار ورطب نعم عم بتايدر الحوت الشرك المتوسط تحت تأثير الكتل الهوائية الحارة القادمة من الخليج أوكي طاقص اليوم غائم جزئيا لغائم درجات حرارة مرتفعة عم تكون مركزة بالمناطق الداخلية وعلى الجبال عم تكون فوق معدلاتها الشهرية نعم يعني اليوم درجات الحرارة عم تكون بالمناطق الداخلية بين 22 و 42 درجة مبارح وصلت ل 43 درجة وبكرة ببلش تنزل أوكي نسبة الرطوبة عم تكون كمان مرتفعة بالمناطق السحلية المناطق السحلية ما عم بيكون فيه اي تأثير للكتل الهوائية بس بالشمال صوب ترابلوس عم عنا ارتفاع بدرجات الحرارة وصلت ل 36 درجة نعم بس اليوم كان التأث شوي مقبول صباحا يعني على القليل كان فيه هيك نسمة ما بعض إذا بست عندي لا لا هي صراحة المناطق الداخلية عم تأثر موجودش للحر نعم أوكي يعني المنطقتين الأساسيتين اللي تأثروا فيها هي المنطقة الزحلي والبقاع والأرز الأرز وصلت ل 32 درجة يعني حتى المينما وش الصبح بمنطقة مثل الأرز 23 درجة هي حرارة مرتفعة نسبيا مرتفعة نعم فإذا بكرة بتباليش تنخفت درجة الحرارة نوعا ما بالنسبة لبكرة غائم جزئيا لغائم كمان طقس مثل اليوم عم بيكون غيوم بكرة حيكون عندنا ضباب كسيف بالمناطق الجبلية نعم وعننا تأدداني درجة الحرارة من الليلة لبكرة حيكون عندنا سوق رؤية بالمناطق الجبلية يعني بسبب الرطوبة الرطوبة نعم وخاصة للجبال المتوسطة يعني 500-600 متر درجة الحرارة بكرة تباليشتون خفاض مثل ما حكينا بالداخل وعلى الجبال نسوة الرطوبة حتبضل مرتفعة شوي بالمناطق السحلية تعطي سوق رؤية وكمان شعور بالحرب يزيد نعم وحكينا بالضباب بالفترة الصباحية والمسائية والجمعة غائم جزئيا ويكفل انخفاض بالمناطق الداخلية وعلى المرتفعات وضباب على الجبال هلأ درجة الحرارة نعم صحيح اليوم على السحل عم تكون بين 26 و 35 درجة 35 درجة هي بترابلوس بيروت عم تكون بين 32 و 31 درجة نعم والجبال مثل البيصور أرتبة بين 21 و 29 درجة الأرزة عم تكون مرتفعة بين 23 و 31 درجة وبالداخل عم نحكي بمثل زحلة الهرمل عم توصل ل 42 درجة بين 22 و 42 درجة ومرجعيون عم تكون معتدلة بين 22 و 29 درجة طيب أخذنا فكرة شكرا لألك يعطيك العافية جوال مرحبا صباح الخير إلك جوال ولكل اللي عم يتابعونا جولة على الصحف الصادرة لليوم الأربعة تسعة أب البداية مع عنوين النهار قانون الانتخاب مجددا على طاولة البحث قائد الجيش يرجع زيارته لواشنطن لمتابعة معركة تحرير الجرود من داعش العلاقة بين التيار الوطني والقوات تستدعي تحركا للثنائي كنعان أرياشي أيضا ندمن عنوين النهار انتفاضة داخل حزب الكتلة الوطنية مبادرة جديدة للصليب الأحمر في ملف المخفيين الهيئة العليا للمفاوضات أمام التأقلم مع الواقع السوري الجديد روحاني أبقى الحقائب الأساسية بلا تغيير وأسند وزارة الدفاع إلى الجيش وليس الحرس وختاما الصورة الرئيسية بالنهار حملت عنوان عرس آسيا في لبنان وبالتفاصيل فاجأ رئيس الجمهورية ميشيل عون الجمهور بمجمع نهاد نوفل الرياضي مبارح وتابع فوز منتخب لبنان على كوريا الجنوبية بمعدل 72-66 في أولى مبارياته في كأس آسيا الـ 29 لكرة السلة تابع جولتنا مع الحياة قوات الأسد تقترب من حدود الأردن مقتل عشرات من عناصر كتائب موالية لإيران قرب العراق أكد أن لا تراجع عن تنظيم الاستفتاء على استقلال الإقليم بارزاني للحياة لن نسمح بدخول الحشد الشعبي كردستان مجلس الدفاع يطلق يد الجيش ضد داعش وأيضا بالحياة السلطة تستبعد نجاح جهود السلام الأمريكية عرسال تتقاسم مواردها الضائلة مع السوريين الرياض تتهم الدوحة بتمويل الإرهاب وختاما روحاني يسحب وزارة الدفاع من الحرس جولتنا بتابع مع عنوين المستقبل لبنان ملتزم التحالف الدولي ضد الإرهاب الجيش وحده يحدد توقيت وأسلوب المعركة وترحيل أهل الشام يبدأ اليوم اتفاق سعودي فرنسي على تشفيف منابع الإرهاب قصف أسدي مدمر على الغوطة الشرقية مقتلوا جنرالين من الحرس في سوريا مناوشة إيرانية أمريكية جديدة في الخليج وكتب لليوم خير الله خير الله ضمن افتتاحية المستقبل سراب الحل في اليمن وبختم مع الصورة الرئيسية لليوم ومثل ما عم نشوف الصورة حملت عنوين سلة آسيا انتصار لبناني تابع جولتنا مع الأنوار المجلس الأعلى للدفاع يدعم العملية العسكرية للقضاء على الإرهاب دفعة جديدة من الشرطة العسكرية الروسية تنتشر في سوريا فوز لبنان على كوريا الجنوبية في بطولة آسيا لكرة السلة قوات عراقية عند أطراف تلعفر استعدادا لتحريرها أيضا بالأنوار طائرة إيرانية من دون طيار تقترب من مقاتلة أمريكية أردوغان نسيطر على ألفي كيلومتر مربع من أراضي سوريا وختيما كتب رفئ خوري صراع ما بعد الحرب على داعش من الأنوار إلى اللواء الأعلى للدفاع يستعيد القرار السيادي ولا تنصيق بين الجيشين اللبناني والسوري حزب الله مع الجيش سياسيا وميدانيا ومجلس الوزراء يبط اليوم مصير الانتخابات الفرعية مقتل قائدا بالحرس الثوري بقصف الحشد قرب الحدود السورية المعارضة تتأهب لصد قوات النظام بآخر معارك ريف دمشق مكرون وولي العهد السعودي لتشفيف منابع الإرهاب وختيما كتب فؤاد مطر ضمن افتتاحية اللواء الأقصى في انتظار فرسان مؤمنين تابع جولتنا مع عنوين البلد وبالعنوان العريض لليوم دعم أعلى للجيش في وجه الإرهاب معركة أم تفاوض الجيش يتقدم في ريف السويداء ويقصف المعارضة شرق دمشق وختيما الصورة الرئيسية حملة عنوان لبنان يحتضن آسيا بنتقل إلى الصحف الأجنبي وبترجم العنوي صحيفة دايل ستار محاولات لاكتشاف مصير الجنود المفقودين مجلس الدفاع الأعلى يعطي الضوء الأخضر ضد داعش الثوار السوريون قرب دمشق بهدف الاعتداء على الجيش أيضا بترجم العنوي صحيفة لوريون لجور واشنطن ترفع الصوت في الأمم المتحدة ضمن مهرجنات بيت الدين الدولية ماجد الرومي الموسيقى هي لغة الروح وختيما معركة الجرد في قسمها الثاني الصمت المدهش لداعش بالعودة إلى الصحف العربي ابتابع مع صحيفة الشرق المجلس الأعلى للدفاع يعيد تصويب البوصلة الدولة تمسك بقرار الحرب والسلم وتحرير الجرود قرار لبناني سيادي واشنطن على اليونيفل التحقيق في انتهاكات حزب الله العنف يخلق جيلا ضائعا من الرجال في الشرق الأوسط وكتب لليوم عن التعكي ضمن رأي الشرق الشيعة العراقيون العرب من الشرق إلى الشرق الأوسط غارات غامدة على الحشد قرب سوريا التحالف نفى مسؤوليته والعبادي ذكره بضرورة التنسيق نائب خادم الحرمين وماكرون يبحثان مكافحة الإرهاب مسؤول فلسطيني اتفاق أسلو الانتقالي انتهى وختيما استقالة زعيم أكبر أحزاب المعارضة في المغرب ختيما جولتنا مثل العادة مع عنوين الجمهورية واشنطن لتوسيع صلاحيات اليونيفل إلى أي حد يمسك حزب الله بالقرار في لبنان وختيما آب اللهاب على نار الملفات معها العنوان نكون وصلنا لختيام جولتنا بريك أول بحلقتنا من بعد مواعيد سقفية وفنية مع جوال اشتركوا في القناة